اشتركوا في القناة الكلاسيك كذي استنسنا به على كل حال المعطيات ما زالت فرشكة وما عندناش تفاصيل النقطة الصحفية ما فيهاش اسألة من الصحفي تاخد لي تعطيك الداخلية وتراوح ولذا ما نزربوش فيها احنا نتمنى فقط يكونوا البوليسية اللي تجرحوا لباس واللي اعتداء عليهم نفهموا بحثوا ونعطيوها شربوا ونتمنى ودوسي جمعية نماء يطلع مخدوم مليح مشكلة عادة ونتمنى وتهديدات الرئيس تتفضع لقاعدة مشكلة عادة ان شاء الله ما يطلعش ظرف مسموم اخر ولا ناحو داكي تتوضح الرؤية مازال عندكم شهر حفالي من هنا الـ 25 جويل ايه قلت عندكم فعلا اللي فهمتو سينو عندنا جرائد زاد اليو هاي تونس مادام ما زلنا مع بعضنا هاي شروق كاتبة تم الاحتفاظ به امس في بوشوشة هذي هي اسباب ايقاف حمادي جبالي هذي معلومات متوفرة من البارح ونقطة الداخلية ما زدناش عليها برشة فما الصباح تحوصل في اخر المستجدات السياسية دستور واتحاد وقضاء الازمة متواسلة القضاءات غاذبون والعدالة معطلة ثم لإصلاح النظام السياسي في تونس اتحاد الشغل يعرض على النقاش العام مبادرة لتعديل الدستور ومراجعة نظام الاقتراع مرسي اتحاد ما ولا زيد نتصور انتو ما بيتكم تعرفوا القطار فاتنا الكل ومعاتش بشيق في جملة وخير يا اخي خليها تتفض يزي اللي بداية مشكلة يكملها ابعد يا اخي وفرغ لهم البطحة بون هو الاتحاد يخدمها مقاربة مختلفة هو يعبي البطحة اما ما نتخالفوش هاي كهو سي بون لا حقا سمحني شعره لا نسيت المقال الاجباري الاسبوعي ولا هو شهري حصله وقت اللي يهبط ما رحبه هاو في المغرب تونس السعيدة برعيتها الجديدة بقلم ايمن بوغان اقراوهم ليح باش نرجعولو في الدفوار شهر الجي او باش نقرالكم مقتطف من صميم الفكرة يمكن ان يكون فشل تونس نتيجة لاختيارات الشعب او لما يخترق المجتمع من نقائص ولكن وجب انكاروا هذه الاحتمالات لماذا؟ لانه لا يجوز في بلدنا السعيد تحميل الشعب اي مسئولية فلا الشعب دي ما ختيه ما عنده حتى مسئولية امره شعب مش رعية يحب على الحقوق والكرامة والحرية والسلم الاجتماعية وساعات الديمقراطية والازدهار الاقتصادي والفلوس بالعملة الصعبة والمحلية الشعب يحب كل شي كان المسئولية